طيب تعالوا دلوقتي بقى نشوف الاري ونشوف ايه فكرتها وازاي ممكن نستخدمها. طيب الاري هي بختصر شديد عبارة عن مثل اه في الاري بس تخدمها عشان ارجع من الاري. يعني ايه الكلام ده? يعني انا دلوقتي بتاعنا اخب مثال مسلا انا عندي ارير فيها مجموعة من الموظفين. فانا عايز اعرف اجمالي اه المرتمات بتاعتنا الموظفين ديت. فهي اه مسلاة الحلو جدا انا هنستخدم حاجزة كده. الفكرة باختصار انا ببعت اللي هو مسلا هبقى عمدي اجمالي المرتبة عبارة ايه? بصفر. تمام? فبستخدم اه بحط ببعت لها دي بتدي لك اتنين او اتنين براميتر. الاول يعني هو اه اه بتاعتي اللي هي اجمالي المرتبات واسمها اكيوميليتور. يعني هتلاقى المسطلح دوت? هتلاقى موجود لما تيتم اه في الام دي انا اشتبع عارف ميه المسطلحة ده. وبتبعت لك الـ value بتاعت الاول الحالي اللي هي في الحالة بتاعتنا هتبقى ايه عبارة عن الـ object بتاع كله المواصف. فانا المفروض في الحالة ديت ان انا بجمع على دوت اللي هو في الحالة بتاعتنا او total salary. بجمع عليه ايه? المرتب بتاع مواصف. وفي الاخر برجع المرتب الاجمالي او ال total salary. وهجزة في البيت. في الاخر المثل دي بترجع لي بتاعي اللي هو القيمة النهاية. تعال نشوف الكلام دو تنطبقه بشكل عاملية. تعال نقوم وعشرين الف مسلا. وعندنا مسلا علي ايج تسعة وعشرين. اه اتناشر خمسمية. تمام? وعندنا مسلا واحد كمان. مسلا اه دينا ايج خمسة ثلاثين. اه السلاري. نور مسلا اه ستة اربين الف. ده مشالله حلوه دينا دي. المهم انا دلوقتي عايز احسب ال total salary. total salary entire stuff. تمام? طيب. فانا هنقول له let total salary بيساوي. ال stuff بتاعي. dot reduce. reduce بتستابل حاجتين. ال callback function بتاعتي. اه. function. هي مسلا ساميه ايه? stuff total salary. ويه? اه. ال stuff نفس او خليه من blue. اللي هو ايه? كل واحد منه. تمام? وال second argument zero. الزيرو دي هتلاقيه ايه? ال stuff total salary. فديه القيمة ال initial value. انا مسلا اقول له. zero here is the initial value. تمام? فالفكرة كلها اقول له. ال stuff total salary. هاجم عليها. ال employee salary. وبعد كده ارجع. ال stuff total salary. تعالوا نجرب كده. يعني نقول له مسلا. log لل total salary. هنشوف اين اللي هيحصل. اه. node jss. فاجاب لي ايه? الاجمال بتاعهم. تلاتة طوامين الف خمسمائة. هو عبارة ستة اربعين. زائد ال 12.5 زائد ال ايه. الخمسة وعشرين. تعالوا مسلا ناخد مثال تاني ان انا عايز اجيب ايه? اه. اه. مسلا اقل اقل عمر في هم مسلا. تمام? او ممكن اجيب اه معش. تعالوا نجيب اقل عنصر فيهم او اه. او خلينا مسلا نجيب اعلى مرتب فيهم. تعالوا نجيب اعلى مرتب فيهم. get the employee with the هايز. طبعا انا بدي مسال ده مش هايز. مش لحاجة معينة يعني. بس سواء مسال بس للتوضيح. ممكن استخدمها ازاي. employee. نفس اه. تمام? اه. اه. طبعا ايه? طبعا عبارة عن ايه? طبعا عبارة عن ايه? لان انا عايز ارجع في الاخر بانات ايه واحد. فانا عايز اكمبير. فهي انا اقول له مسلا وفيها الايه? اه السلاري. اه بصفر مسلا. ده الابجه اللي هبعتم. فهنا ايه اقول له ايه? اه اكبر من الايه السلاري. اوكي. لا اعسف مش دي. ايه دي. فانا هنا تقول له ايه? اه اه بساوي لايه الايه? الايه? والاخر اقول له ايه? للهيست. تمام? فانا ايه الوقت اللي عملنا لوج للهيست. مفروم هارجع لي مين? هارجع لي دينا. لو كانا نجرب. فجاب لي دينا? وجاب لي المرتب. فدي فكرة باختصار شديد. انا حاولت اشرح اب اكبر قدر من البساطة عشان يبقى ما توصل. فهي فكرة ان انت بتبع عندك قيمة واحدة عايز ترجعها من الاري. ايا اذا كان مجموع اترجح حاجة معانا. فانت ممكن تستخدم الايه? الطريقة ديات. فهتلاقي بسهل عاج بشكل كبير جدا. ونشوفك على خير ان شاء الله في الدرس البعض.